في موقف ظريف بس قبل ما نخش على أخبارنا تفصيلاً يعني النهاردة جهاز الطبي لمنتخبنا الوطني والطبخين والناس والأمور والتفاصيل يعني استقبله محمد صلاح بشكل محترم أنا بقول جهاز طبعشان طبعاً الأكل لازم يقصحه فيه تفاصيل معينة والطبخين طبعاً هم اللي بيعملوا الأكل فاستقبله محمد صلاح أول يوم ينضم للمعسكر استعداداً للمباراة الدوري بإيه يا جماعة محمد صلاح بيحب يأكل إيه يا جماعة جاهزوا الكشري والحواوش اللي بيحبه قالوا تعالى بقى توحشنا خد كشري خد حواوش هو خبر ظريف بس يعني مش عشان بقى أحد شي يقول لي يا عم أهمية الخبر بس هو خبر ظريف أنه الرجل محمد صلاح فأكتر من الحوار كان بيقوله أنه بيحب الكشري فأكتر أكلة بيحبها في الدنيا يعني فالناس استقبلوه النهاردة بالكشري والحواوش وصلاح يعني بالهنة والشفة إن شاء الله في مباراة الدولة بس ما يتقلش في الكشري وأكيد يعني هو ما يتقلش يعني مش محتاج نصيحة نحن محمد صلاح أكيد يعني